بدأ أربعة مرشحين الحملة الانتخابية لاختيار رئيس الحزب الحاكم في اليابان وذلك في 29 سبتمبر التي تعد نقطة انطلاق مباشرة للوصول إلى منصب رئيس الوزراء حيث يتم تعيين الفائز رئيسا بالحكومة بعد التصويت على ذلك في الرابع من أكتوبر في البرلمان إذ يهي من الحزب الربرالي الديمقراطية اليميني المحافظ على الحياة السياسية في البلاد وبعد اختيار رئيس الوزراء يفترض أن تجرى انتخابات تشريعية في نوفمبر على أبعد تقدير ويتوقع أن تعزز مكانة رئيس الوزراء الجديد ما لم تحدث مفاجآت كبيرة